دكتور لو بدأنا اليوم بما مدى مصداقية المبررات والمسوّغات التي تطرحها التنظيمات الإسلامية لوجودها أو مصداقيتها نرى الحركات الإسلامية نشأت فعلا لحاجة في لحظة تاريخية معينة كان يبدو الإسلام مهددا بمعنى تهديد وجودي يعني لما الناس دخلت في موضوع الغرب وبدأ التعليم يدخل التعليم الغربي في وجود المستعمر الذي كان يريد تمرير أجندة كبيرة جدا ردة الفعل الطبيعية في مجتمع يمتلك عقيدة وكذا إلى آخره أن ينشئ كيانات لوقف هذا العمل في ذاته واستبقاء الإسلام وجذور الإسلام خاصة بين الشبيبة الإسلامية نعم بطبيعة الحال هذا العمل كان عمل مبارك وفعلا قام بشد ثغرة في لحظة تاريخية معينة في وجه الانسحاق أمام الحضارة الغربية نعم فهي بطبيعة الحال مبررات الوجود الأساسية كانت قائمة داخل المجتمع الآن ماذا حدث بعد ذلك هذه قضية أخرى لكن مسوّغات الوجود نفسه حتى لو لم يكن هناك موضوع الإسلام وغيره في أي مجتمع حي له ذاكرة تاريخية لو أريد تغييب هويتها الخاصة سيولد ردود أفعال مساوية لها وكانت ردود الأفعال المساوية نشوء التنظيمات التي نشأت قبل الإسلاميين طبعا نشأت العروة الوثقة على يد محمد عبد وجمال الدين الأفغاني والكواكب يطلع كتابا في قضية العروة الوثقة كانت جريدة أو مجلة لا كان عندهم حزب أيضا انشأوا حزبا كبيرا اسمه العروة الوثقة أيوة وطبعا إذا ذكرتي حاضرة يعني لقد قديموا عهد بهذه القراءات لكن أنشأوا حزبا وضموا له صفوة المجتمع العربي في مختلف الأقطار كان حزبا إسلاميا أيوة يعني بمعنى أنه كان طبعا الأفكار اللي موجودة داخلها بالمعايير الحالية اللي موجودة هي أفكار حداثية لكن الشخصيات التي انتمت لها كلها شخصيات إسلامية كبرى يعني داخل العالم العربي والتاريخي كانوا مفتحين أكثر من التنظيمات فيما بعد أيوة جدا يعني لأنه كانوا هم جزء من الحداثة العربية اللي كانت تنشأ داخل المجتمعات العربية لم تكن قد برزت الأفكار اللي تريد محو الدولة وإزالة الدولة وكذا إلى آخر هذه نشأت لاحقا نعم لأنه في تلك اللحظة التاريخية كانوا يريدون استنقاذ العالم العربي من هذه المهانة الحضارية وبعد ذلك طبعا في هذا السياق نشأت الحركات الإسلامية بالتدريج داخل الفضاء الإسلامي من محمد عبده وجمال الدين الأفغاني إلى المنار والكتابات اللي كانت موجودة فيها على محمد رشيد رضا إلى بلاد حركة الإخوان المسلمين على يد البنة وتوالت بعد ذلك عادل يعني عمليات التفريق في محاولات صح التعبير إنشاء فضاء للشباب المسلم والشباب العربي وكذا إلى آخره واعترى المسيرة ما اعتراها مثل كل الحركات التاريخ أما مبرر الوجود فهو مبرر طبيعي ومعقول جدا يعني أن يحدث ولو لم يحدث كان في مشكلة أصلا في وعينا نحن كمسلمين بالإسلام كحضارة وكهوية